اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في حلقات سابقة عديدة تحدثنا بشكل ربما مفصل عن حملات التطبيل التي رافقت تشكيل هذه الحكومة حكومة محمد الشيعة السوداني منذ نحو ستة أشهر لحد الآن بشكل يختلف ربما عن كل التطبيل الذي شهدناه وكان موجودا منذ تشكيل أول حكومة بعد الاحتلال لحد الآن العشرين سنة الماضية شهدنا حملات تطبيل كثيرة وحملات ترويج كاذبة وتضليلية كثيرة لكن هذه تختلف وهم يقولون مليشيات التي شكلت هذه الحكومة حكومة محمد الشيعة السوداني هي التي ساهمت في هذا التطبيل وتساهم به وتدعي أن هذه الحكومة تريد أن تصورها للناس على أنها حكومة لا مثيلة لها وأن محمد الشيعة السوداني شخص خارق جاء من غير كوكب وساعدتهم في هذا التطبيل كثير من القوى الدولية والأقليمية منها الولايات المتحدة وإيران وغيرها كثير كثير حتى الأمم المتحدة ساهمت في هذه وتساهم في هذه القضية عموما لكن واقع الحال هو من يثبت شكل الصورة أو يثبت شكل الصورة الصورة تبدو مثل ما هو الواقع وليس مثل ما يقال ومثل ما يدعى ومثل ما يرسم الصورة تختلف صورة الرسم هذه صورة الملونة هذه الصورة الوردية التي يروجون لها وحاولون تسويقها تختلف تماما عن الصورة السوداء لواقع الحال في العراق وفي هذا اليوم ربما سنتحدث عن جزء من هذا التطبيل الذي طبعا مارسه أيضا رئيس الوزراء الحالي محمد شيع السوداني في أحاديث الكثيرة يحاول أن يرسم صورة مخالفة للواقع تماما في مؤتمر ما يسمى عقد أخيرا ما يسمى بمؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي عقد أخيرا في بغداد أو في محافظة العرف المهم في العراق عقد هذا المؤتمر وكان السوداني حاضر وتحدث به وتحدث حديث كثير من ضمن الحديث قال بالنص لن نبقى متفرجين ببقاء العراق سوقا استهلاكية بل سيكون هناك إنتاج وطني وصناعة وطنية تضاهي ما ينتج في الدول العربية كلام جميل لكي نتحدث عن صناعة تحدث عن واقع يتغير وعلى المواطن أن يصدق أو يتفائل بأن القادم من الأيام القادم من الأشهر سيشأد هذه النقلة يجب أن تتوفر شروط معينة يجب أن نعرف أن هناك مناخ وبيئة ورؤاها قد هيئت وأرضية حجدت لمثل هذا المشروع الكبير مثل ما تعرفون يعرف أهل العراق ويعرف العالم كله كان العراق من الدول النامية سوما النامية المتطورة التي كانت لحد بداية التسعينات عندما فرضوا الحصار كانت تسعى وكانت لديها وحتى في أعوام الحصار كانت لديها مصانع كثيرة لديها محاولات صناعية كبيرة كانت تنتج الكثير من الأشياء تنتج أدوية تنتج أجهزة كهربائية وتنتج أسلحة وتنتج ألبسة وتنتج كل شيء ممكن موازز زراعية ومواززة كيميائية كانت اكتفاء ذاتي في كثير من القضايا إنتاج زراعي وإنتاج صناعي وإنتاج تجاري وتصدر كثير من الشغلات كانت تنتجها فكان البلد يتجه نحو حجز مكان له بين الدول الصناعية أو بين الدول التي لديها موضع قدم في السوق العالمي أو في السوق الإقليمي على الأقل وكان هذا واقع حال وكان الانتاج الزراعي والصناعي في سنوات محددة حتى في الثمانينات يشكل نحو ربما 28% إلى 30% من الدخل القومي الدخل الوطني يعني ليس كل اعتماد على النفط لكن كان هناك محاولات كبيرة لتطوير هذا الاتجاه لكي نصل إلى مرحلة اعتمادنا على النفط قليل جدا ليس مثل الآن الآن الاقتصاد العراقي الاقتصاد ريعي يعتمد على النفط فقط والبنك الدولي يقول أن مساهمة باقي القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني العراقي لا تساوي أكثر من 1% فارزة 4% بال10% يعني ما معناه أنه 98% هكذا أكثر من 98% من الدخل القومي الدخل الوطني العراقي المتأتي من أموال النفط عموما محمد الشيعة السوداني يتحدث عن صناعة ويتحدث عن التاج وطني وصناعة وتضاهي ما ينتج في الدول العربية إذن ننافس وندخل إلى سوق ونوفر لمواطنين اكتفاء ذاتي في كثير من السلاح كيف؟ ما هناك عوامل لقيام الصناعة نحن بعد عام 2003 كل الصناعة التي تحدثنا عنها كان لدينا أكثر من 176 ألف مصنع ومعمل كبير وصغير وقطاع عام وقطاع خاص وقطاع مشترك كلها انتهت وكلها سرقت ودمرت وقصفت والباقي هربت مكانه إلى الخارج إلى إيران وغيرها وبيعت بخردة وانتهت وليس لدينا لا صناعة ولا زراعة ولا كل شيء وهذا واقع حال وتحول البلد إلى بلد استهلاكي إيران فاتحة يعني مفتوحة أمام الحدود لتجلب كل بضايا حالي تنتج كل ما تحت كل ما يعني يدر عليها أموال من أموال العراقيين وتغرق به الأسواق وحتى الانتاج العراقي البسيط من المواد الزراعية والمواد الخاصة البسيطة لم تعد تستطيع تنافس في الأسواق لأنه ماكو حماية للحكومة إلها ولا تستطيع أن أسعارها كل فتاة أعلى من المستورة من الخارج ولذلك الكثير منهم تركوا الأراضي الزراعية الكثير منهم سدوا ورشهم وانتهت الصناعة والزراعة عدنا بشكل واضح وبشكل يعني لا لبسة فيه الآن حتى نعيد الصناعة مرة أخرى مثل ما يتحدث محمد الشياع السوداني يريد أن يضلل الناس بهذه الطريقة علينا أن نتحدث عن العوامل قيام الصناعة أولا من عوامل قيام الصناعة الموقع الجغرافي نعم لدينا موقع جغرافي وجيد ومصادر للطاقة ومعادل الخام نعم ظروف مناخية يجب أن تكون متوفرة لكل مصنع وكل شكل من الإنتاج هذا أيضا مو صعب مواد الخام الموجودة متوفرة وطبيعية أكو كثيرة واستخراجها وأشكالها متوفرة في العراق العراق ما شاء الله الله حباه بكل هذا مواد خام زراعية حيوانية معدنية صخرية كل شيء موجود به مصادر طاقة نحتاج إلى الصناعة إلى مصادر الطاقة مختلفة كهربائية كهرومائية نووية طاقة طبيعية غير متوفرة طبعا العوامل البشرية يجب أن نكون عليه أيضا من عوامل قيام الصناعة عوامل بشرية عادي عاملة صناعية ذات خبرة وقدرات فنية رئيس مال متوفر نقل ومواصلات وطرق وسائل نقل وكلها يجب أن تكون متوفرة سوق عامر يتقبل كل هذا هذا كله يجب أن يكون متوفر لكي تبدأ بالصناعة لكي تبدو تفكر كيف تنافس في الأسواق هل لدينا كل هذا نحن منذ عشرين سنة لحد الآن هم يتحدثون عن أنهم صرفوا على الكهرباء هم يتحدثون يقولون صرفنا على الكهرباء وثمانين مليار دولار الكهرباء لا تأتي أكثر من طنع الساعة باليوم لي وكثير مناطق متجيها طنع الساعة ووزارة الكهرباء في كل سنة تععد الناس أن الصيف القادم سيكون صيفا أنت هذا بدون صناعة بدون أي فعل يعني ماكو مصانع كبيرة تستهلك من الطاقة الكهربائية من تحتاج إلى طاقات كهربائية تعادل الطاقات الكهربائية التي تحتاجها المنازل ربما تحتاجها في كل الأماكن الأخرى وكل النشاطات الحياتية الأخرى الصناعة تحتاج أكثر من ذلك فإذا أنت يجب أن توفر كهرباء عالية المستوى فائضة عن حاشتك بكثير لكي توفرها المصانع هذه لكي تعمل لأن هذه الطاقة الكهربائية ما عندنا كهرومائية وما عندنا نووية فبالتالي يجب أن نستخدم هذا وإذا ردنا أن نصنع أن نسوي طاقة نظيفة وطاقة نووية علينا أن نبني مفاعلات نووية وقضية كبيرة أيدي عاملة يعني ذات خبرة وقدرات فنية لم تبقى لدينا لأن كل الصناعات كل العاملية في المصانع هؤلاء إما أن ماتوا أو اندثروا أو راحت خبراتهم أو هجروا وانتهى الموضوع رأس المال نأتي إلى رأس المال الأموال التي تأتي للعراق من النفوط كلها تذهب إلى شقا هي استثماري وخدمي كلها تذهب إلى الخدمات كلها تذهب إلى رواتب ومصائب كبيرة وفساد وانت في الاستثمار يجب أن توثر رأس أموال يعني إذا كانت بالخدمية تستخدم 20 أو 25 و 30 أو 40 بالمئة على الأقل 60 بالمئة إذا بإلى الاستثمارات وفي هذا الاستثمار هو الاستثمار الصناعي لأن الاستثمار الصناعي يحتاج إلى أموال هائلة وخاصة في هذا الزمن المصانع تكلف ماكو مصنع اليوم أنت تصنعها وينتج لك بأسعار رخيصة لا هذه مصانع تكلف واستيراد مكائنها والعمل بيها والتدريب عليها هذه كارثة كبيرة وصناعة ويجب أن ثقة المواطن بيها وثقة السوق بيها يحتاج كله وقت إلى وقت وتحارب والدولة تدعم أسعارها وتدعم منتجاتها وتوقف الاستيراد وتحمي إنتاجك هذا كله يحتاج إلى وقت نقل ومواصلات أنت ليس لديك طرق الآن للبشر ليس لديك وسائل نقل للبشر عاديين ينتقلون بين المدن وداخل المدن الآن توفر للسلع والنقل والعمال إذن نحن الآن يعني ليس في وارد العراق وهذا هو المخطط ليس في وارد العراق أن يكون بلدا صناعيا هو المطلوب هذا جرى التغيير هذا ليس مو تغيير هذا الاحتلال الذي جاء عام 2003 لكي العراق يتحول إلى بلد مستهلك بلد يستورد يأكل وينام فقط لا يصنع شيئا ماكو عبارة صناعة في العراق أما هذا الحديث عن صناعة وإحنا ما نظل وإنتاجنا الوطني وصناعة وطنية وتضاهمها إنتاج للدول العربية كذبة كبيرة ومحاولة للتضليل ومحاولة الكذب على الآخرين الكذب على الناس لأنه أول شيء عليك أن توفر الأموال هل تستطيع أن تتوفر الأموال؟ أنت إذا من خفض سعر النفط لن تستطيع أن توفر حتى رواتب الموظفين وحثة هذه وستحدث وهذا وأنت تعتمدون على النفط والنفط السلعة قابلة التغيير في سعرها ممكن أن ينخفض بشدة وممكن أن يرتفع بشدة وإذا ما ارتفع فسادك يزيد وإذا من خفض فالصراعات على الأموال ستزداد والمواطن من سيدفع الثمن والبلد من سيدفع الثمن وبالتالي كذبة كبيرة ولا يمكن تصديقها وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم